ولأن مشاكل شيرين لا تنتهي أبداً ما شاء الله رجعت تصدرت الترند وهالمرة بأزمة جديدة بدت مع انتشار تسجيلات صوتية لحسام حبيب نفسه يتهم فيها شقيق شيرين ببيع حساباتها على السوشال ميديا وأنه جاب عشرين رجال يضربونها وكسر لها ضلعها خلونا نسمع جزء منها بس ما تعرفتش طبعاً وهي عمرها ما طالت تكلم عن أهلها يعني بالأسلوب دو بس أنا بقى اتخارطت لنا أتكلم لأننا دول مش أهلي وأنا ما شرفنيش من دول كنا أهلي دي الناس باعت شيرين دولك باعة والسوشال ميديا بتاعتها شي أكتر من كده استولوا على بيوتها واستولوا على فلوسها واستولوا على طاقتها وعلى مش قادر أقول لك عملوا فيها إيه مش قادر أقول لك يعني رم ردوا الإحسان ظلم ست دي هلنا قتلهم حياتهم وغيرتهم حياتهم كلهم وظلم ومنتهى الظلم يقوها يقوش عليها برجالة عشرين دجل في قد النوم وبمطوى ويدربوها يكسل الله ضلعها ويجرجرها على الأرض يا جماعة انت متعرفوش حاجة متعرفوش ست دي بتمر بإيه ومرض بإيه ده هديرات اربعة وعشرين ساعة وراح مرازين أغنية على عين جايما يشامل لها مشكلة مرة تانا وحاص باخلت في مشكلة مرة تانا فعلاً يعني حرام حرام ولا غلطة من دولها يليها فيها يد طبعاً حسام رد عبر أحد البرامج بأنه ما صرح للصحافة عن الفويزات وهي تسربت من هاتفه وأعلن أنه رح يقدم بلاغ ضد الشخص اللي سوى هالجريمة اللي يعاقب عليها القانون مع أنه أكد أنه المحتوى اللي فيها سليم ومتقدم فيه بلاغات أصلاً من شيرين ومكتبها أما رد شيرين نفسها فكان لأحد المواقع بهالتسجيل الصوتي اللي أكدت فيه صحة كلام حسام حبيب بجميع الاتهامات لأخوها محمد عبدالوهاب وأنه فعلاً باعها وقالت أنه تقدمت ببلاغ ضده كمان تكلمت عن القضايا المرفوعة بينها وبين الروتانة أنا حبيت أأكد أن كلام حسام مظبوط جداً جداً وأن أخويا فعلاً بعني والتصريح اللي نازل ده نازل من محامي محمد شاعر اللي هو مستولي على السوشال ميديا بتاعتي وبالتوكيل أنا كنت عام له له توكيل عام آآ قديم آآ مضاله ورقة أو عقد بتخليه يحصل على السوشال ميديا بتاعتي آآ آآ وبتاريخ موقعين بتاريخ قديم عشان المشاكل اللي مع الشركة المنتجة اللي تخصيني اللي هي كمان في حد بشخصه آآ بي أوسد يقعدني في البيت مشكور إن هو بيرد من يابعاً أهلي هو اللي بيقولي الحقيقة مش أهلي وكمان عايز أقولي إن برغم إن المحكمة حكمت القضاء المصري بإن عقدي انتهى مع روتانا هم لسه رفعين قضاء علي وموقفين الدنيا كلها بس أنا وثقة في نزاهة قضاء بلدي هاشتاغ انقذوا شيرين تصدر الترند بعد حملة تعاطف ودعم من جمهور شيرين الواسع جداً ومحاولاتهم الوقوف معها لإنهاء كل هالأزمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر